أخيراً أخيراً سوف نتحدث عن Xperia 1 Mark 5 وهذا التليفون يحدث عندما لا أستنظره لدينا عدة تغييرات جديدة في هذا التليفون وليس فقط أن نغيره قليلاً في السنة الماضية مثلاً، إعادة أن نعرف أن Xperia 1 نستطيع استعماله كالإكسترنال مونيتور يعني أنه يمكننا أن نواصل USB-C كما ترى الآن، أنا أسجل وأحكيكم عنه ولكن هل أنتم تعرفون أن أنا أسجل هذا الفيديو الذي أحكيكم عنه مضبوط مضبوط على التليفون وليس فقط أن نستطيع استعماله لكاميراتنا يمكننا أيضاً أن نسجل فيديو من كاميراتنا وفي نفس الوقت نسجل فيديو على كاميراتنا معنات أنه سعرنا باك أب والأساسي من كاميراتنا على قلب التليفون شغلات كثير جميلة، نتحدث عن كل الشغلات الجديدة في هذا التليفون أنا طارق، دعنا نتحدث عن كل الشغلات الجديدة بالتليفون الجديد من شركة سوني Xperia 1 Mark 5 شغلاتنا اعملوا لايك وسجلوا على الكنال حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلكم فيديو جديدة هؤلاء التليفون الجديدة من طبعا تلاحظوا أننا Xperia 1 Mark 5 على اليمين وروف Mark 4 شكلهم كثيراً قريباً من بعض لما ننظر عليهم الجديدة لكننا نلاحظ أن الكاميرات لا نفس الشيء البطاريات موجودة الجديدة 5,000 ميلي أمبير الجديدة تشارج بنفسها 30 واط لم تغيروا هذه الخبرة تشارج بنفسها تشارج بنفسها الاختيار الذي استعملوا هنا رغم أنه يشعر بأنه بلاستيك تستطيع أن تشاهده فرق بينه ولكن تشارج بنفسها تشارج بنفسها تشارج بنفسها تشارج بنفسها كما كانوا من السنة الماضية تشارج بنفسها 12 ميجابيكسل الكاميرا الأساسية الموجودة بالنص ستكون الكاميرا معناتها 52 ميجابيكسل مع ميلاً ساميها 48 ونزلها 12 ميجابيكسل معناته الكاميرا تكون أحسن بكتير من السنة الماضية تشارج بنفسها تستعملها كاميرات للدبت سنسنج وتشارج بنفسها تشارج بنفسها 12 ميجابيكسل على اليمين زر المطاق والفينجر برينجر تغير حجمه قليلاً صغير ولكن يكون لدينا أيضاً المترجم الميجابيكسل ونزل المتحدة لدينا أيضاً الزر لأن ندور الكاميرا ونقبسها ونأخذ صور بسرعة من غير ما نقوم بإمكانة للتليفون لفوق لدينا الهدفون جاك كما رأيتنا من قبل يبدو شكله جيد ودينا الميكروفون وشكله المليح لا تلاحظوا أنه غيروا الاختيار المادية يستعملون هنا لدينا مثل الريجس لدينا المسكة لدينا المسكة لدينا المسكة لدينا المسكة ولكن يستطيع أن تصحض قليلاً على الشمال لدينا شيء نفس الشيء كله يظلم مثل ما هو دعنا نقوم بشكل الشاشة لدينا أيضاً يكون لدينا أيضاً سيستامة 2 سيم كارد وعلى واحدة مع السدي كارد ونستطيع أن نزيد لحديثة 1 تيرابايت على السدي كارد لدينا الميكروفون واليو اس بي سي ليس فقط لنقوم بشحين ونحول معلوماتنا منه للتليفون يمكننا أيضاً استعماله كأكسترنال منتر مثل ما فجأتكم بأول الفيديو ونحن نبدأ نستطيع أن نسجل فيديوهات وليس فقط نستطيع أن نرى الكاميرا لدينا سوف نستطيع أن نسجل على التليفون أما نتحدث عن الشاشات الموجودة هنا 2 ناتهم 6.5 إنش 4K 120 هرتز 2 ناتهم شكلون جميل وعندنا وكل الشرية جميلة الحاسوب مثل ما قلت لكم 8 جن 1 1 على المارك 4 و8 جن 2 على المارك 5 هذا الحلاوي فيه أن يستعملوا أحسن حاسوب بأول السنة يعطينا إمكانيات أحسن كثيراً وليس فقط الحرارة منه لأن الحاسوب تكون أوطة من السنة الماضية شكل كثير منيحة ونحن نتحدث عن الجيك بنش ونرى كل الإمكانيات الموجودة هناك 12 جيجا بايت سرام 2 ناتهم لكن المارك 5 يبدأ على 256 جيجا بايت ستورج فينا بدلنا نستعمل السدي كارد بدل ما يكون 512 جيجا بايت لكن الحلاوي فيه أنه نزلوا السعر وهذا بدأت السعر عندما يجلبوا أول شيء عندما نزل نزل من 1600 إلى 1400 يعني 200 دولار نزلوهن وعطونا اختيارات جديدة وليس فقط نعطونا إمكانيات جميلة بكل التطبيقات الكاميريات كل الإمكانيات الموجودة هنا على التلفون ستكون أحسن كثيراً عن السنة الماضية ونستطيع أن نزيد السدي كارد إذا كان يحتاجون زاكرة أكثر بعد أن نتحدثنا عن كل المواصفات التي تعتبر التلفون ستكونوا تحديث عن الشغلات الجديدة التي تأتي فيه تحدثنا عن السعر سعر نزل من السنة الماضية وليس فقط نزل حجم الزاكرة للتلفون لكننا نستطيع استعمال سماعات سماعات هاتفون جاك وكلها سيكون منيح ليس فقط تضبطوا أيضاً السماعات التي تعتبروا الأكثر أعلى من السنة الماضية ولكن ستحدث عن شغلات الثانية في هذا التلفون عندما تحدثنا فيديو على الـ USB-C يمكننا أن نسجل عليه للتلفون وكما فرجعتكم بأول الفيديو هذه الخبرة كثير منيحة ومعنايته يمكننا أن نسجل كما ترى هنا الفيديو هذا يمكننا أن نستعمل هذا الفيديو ونستعمل ونضعه ونقوم باللومافيوجن ونقوم بإداءة لذبط الفيديو شغلات كثير منيحة ومعنا أيضاً كلها شغلات حلوة سنتحدث بها مصبوط الشغلات الثانية ونحن نعجبها كثيراً ونحن نحن نحن قصة الكاميرات الموجودة هنا تطبيق الكاميرا ثم تطبيق الكاميرا تطبيق الكاميرا كما رأيت الـ Basic كما نستعمل من الماضي ونقوم بالفيديو وعلى التصوير ويستعملوه كالسيستام كالكاميرا للناس الذين لا تستعمل للتطبيق للتلفون تستعمل باسيك لكن الشغل العجبتنا هنا حتى نحن نحن موجود في الألوان الكاميرا بالتلفون هذا هذه الأشياء لم نرى هذه الأشياء من سوني لدينا السيستام لدينا تسميه التصوير 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 ويكون هذا للتصوير الميديا مثل الإنستجرام الألوان تكون قوية كثيراً الألوان تسميها تصوير 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 وعندنا كل هذه الأشياء سأعطيكم قليلاً منها شكل جميل وليس فقط النظام التطبيق كما ترى يستعمل في الألوان ولكن سأستعملها بالحوال ومثل كما أريد سأسجل فيديوات تيك توك وعلى وعلى ويستعمل مظبوط ويستعمل ويستعمل فيديو ويستعمل فيديو التصوير 16x9 ويستعمل 9x16 ويستعمل 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 نسجل بالكاميرا الموجودة 4K 60fps على هذا الفيديو وهذا جديد ويستعمل في التطبيق لا يمكن أن نسجل 4K 30fps على الكاميرا فيديو برو سأستعمل 4K 60fps جميل سأعطيكم مصر عن الصوت والصورة والكاميرا الموجودة Xperia 1 5 جديد من شركة سوني ويستعمل 4K 60fps هناك طريقتين نسجل الفيديو ويستعمل الكاميرا العادية اسمها 4K 30fps ولكن أفضل على الفيديو ويستعمل التجديد السنة الماضية Xperia 1 4 ويستعمل 4K على الكاميرا الموجودة Xperia 1 5 الكاميرا الموجودة ليس كثيرا الكاميرا الموجودة هناك الكاميرا الموجودة فينا 4K 60fps يعني كل الكاميرا الموجودة Xperia 1 5 يستعمل 24mm لا يستعمل التليفون بإيدي لا يمكن أن تأخذ التليفون من الكاميرا الموجودة وراء الكاميرا الموجودة الموجودة على التليفون Xperia 5 ويستعمل الفيديو كما قلت لكم كل الكاميرا الموجودة 4K كما رأينا صوت وصورة كثيرا منيح وليس كذلك نستعمل التليفون مثل السلم الماضي هذا نستعمل الشاشة السوني ومع نستعمل ميكروفون سوف أعطيكم كيف يعمل برا عندما نستعمل التليفون وليس كذلك عندما نستعمل الكاميرا الموجودة الكاميرا الجديدة الموجودة على التليفون ونستعمل ماذا نعمل بهذه الشاشة ولكت الموجودة من شركة سوني نستعمل نستعمل Xperia 1 Mark 5 مع الكاميرا الأساسي الموجودة ومع الشاشة ومستعمل ومستعمل ميكروفون ميكروفون حتى يخفف قوة الهواء عندما نستعمل الكاميرا الموجودة وكل هذه الإمكانيات جميلة ومشي مضبوطة فيديو أو فيديو نريد صوت ونستعمل البلوتوث الموجودة يستعمل USB-C ونستعمل هاتفون جاك كما استعملت مع الكاميرا المسكة المسكة على اليمين وعلى الشمال لا نستعمل أقوى كثير من ما ترونها تذكرني Xperia Pro Eye الذي نزلوها من كم سنة جميلة ومشي مضبوط جميلة سنستعمل السماعات الموجودة الموجودة جديدة ونستعمل الموسيقى أليكس كريندو جامبو من NCS سنستعمل طبعا أجل كم نستعمل الصوت كما سمعته الصوت كثير منيح و ليس لدينا أي أشكال أخر شيء ما أتحدث عنه هو موسيق برو مثل ما رأيتنا السن الماضي يمكننا أن نسجل الصوت والموسيقى ويعملوا براسسين تبعاً كلاود براسسين لشركة سوني و يوجد اشتراك فيه تقريباً 5 دولار بالشهر ولكن إذا استعملوا يستطيع أن يستعملوا الوصول و يستعملوا الوصول الوصول كل هذه الشغلات تعملوا كثيراً للفلوغين و غير ذلك يستعملوا الوصول و تكون تستعملوا صوت كثير منيح هذا التطبيق سيمشي مزبوط و يمشي كثير كثير حلو قبل أن نبدأ في التطبيق أتذكركم أن هناك إمكانيات موجودة بقلبه للتليفون يمكننا أن نضبط مثلاً كيف يمكننا أن نضبط نظام الصورة على نظام الصورة عندما نتراجع الفيديوهات يخرجنا الفيديوهات مثل ما الذي يقوم بعملها الذي يقوم بعملها هنا بـ PT 2020 والـ Color Gamut 10 Bit و HDR هناك وعندنا الـ Auto Creator Mode عندما ندور التطبيق مثل نتفلك وتعرية الفيديوهات الـ HDR Drive و الـ Video Image Enhancement هناك فلسكين Preview 1X أو X1 موجودة هنا الـ White Balance يمكننا أن ندوره و نغيره و نعمل الـ White Balance Color Configuration مثل ما رأينا هنا الـ D50 D55 61 و 65 يمكننا أن ندوره و نغيره كما نريد آخر شيء الـ Refresh Rate 120 Hz الآن نتحدث عن الألعاب و كيف نعمل الألعاب بهذا التليفون دعني نزل الصوت هنا ولكن نتحدث عن التطبيق مثل ما تعرفوا هنا أن التليفون 21x9 21x9 معناته التليفون طويل عندما نسكو بإيدنا طويل أطول من التليفونات العادية و يكون نحيفا قليلا لكن عندما تلعبوا الألعاب عليه هذا التليفون رأيكم كيف أصابيع تكون عندما يسيطر على التليفون و يسيطر على كل شيء على الشاشة النص الشاشة يظل واضح كله مازي مزبوط و أصابيع يظل هنا لدينا التطبيق أيضا هنا اسمه Game Enhancer الموجود في قلبه هنا يعطينا الإمكانيات ليس فقط نقوم بعمل عدة البروفيال على التليفون نستطيع أن نرى فريم رايته هنا هذه الشغلة جديدة نستطيع أن نغير بين الـ Balanced الـ Performance Preferred على الـ Custom نستطيع أن نغيره كما نحن والـ Battery Life Preferred و نجعله على الـ Balanced إذا بنا نوفر على البطارية تعطينا قوة البطارية و قد يستعمل البطارية حرارة التليفون الموجودة هنا تضبطوا الـ Cooling System تضبطوا له نستطيع أن نستطيع أن نستطيع شريط الكهرباء من الخارج و معناته لا يستطيع أن نستطيع البطارية لا تحمل التليفون وبسبب حرارة التليفون يكون حرارته أفضل من حرارة التليفون الموجودة ستكون جميلة شغلة آخر كما قلت لكم الـ Live Streaming الـ Recording و الـ Display الـ Display من هذا التليفون سيتمشي مضبوطاً كما قلنا نسجل الفيديو ستغلق بالـ High Refreshきます الآن سوف نستطيع أن نستطيع أن نستطيعها في الـ 120 يتطيع أن نستطيعLY المميزات على هذا التليفون تتحسنت من هذا المعادل الحاسوب و كما قلنا في هذا التليفون رغم أن يستعملوا السنسور العالي، 48 ميجابيسل إفكاري نزلوا إلى 12 ميجابيسل حتى نستعملوا ويعطونا نفس الصور الخبرة لدينا وعندنا أيضاً الـ Auto Night Model موجود هنا يزبطوها وعندنا أيضاً التنزيل AI بعد التنزيل عندما نستطيع نعمل التنزيل على التلفونات التي نرى من شركة أخرى معناته، السورس يأتي منيح من الكاميرا الحلوة من شركة سوني وبعد ذلك، إذا كنت تعملوا عليه AI، يمكنكم تعملوا بقلب التطبيق للكاميرا لا تستطيع أن نزلوا بقلب التطبيق ثاني خصوصاً لتزبطوا الصور منه وتطلع كثيراً جيداً لكم والصور التي أريدكم هذه هي بعد استعملوا للتلفونات تحت مدة الجمعة التي تحدثت معي والشيء الثاني ليس فقط أنه نزل السعر للتلفونات الآن يمكننا أن نطلب التلفونات بكرة إذا كنت عايشون في أمريكا، يمكنكم أن تعملوا الـ Pre-order ويطلعكم أيضاً سماعات البلاشة ليس فقط هكذا، الآن يأتينا للتلفونات في جولاي، نصر من نصف سنة بدلاً من أن ننطر إلى سبتمبر أو أكتوبر، بعد ذلك كان يكون كل سنة علينا تضبطوها ومشوا كل الشغلات الحلوة الآن، الشيء الوحيد الذي أريدكم إليه الآن تشاهدوا بهذا الفيديو أنه التلفونات ليس لديه مليمتر ويف، لديه فقط سب سيكس، سيعمل في 5G سب سيكس لدينا في كاليفونيا، أنا استعملته هنا على T-Mobile وتقريباً كنت وصلت على 1000 ميجابيتس داون، كثير منيح خاصة على T-Mobile ولكن T-Mobile لديهم شركات سبرينت، علوها للميد بان ولكن أهم شيء تعرفون أنه عملوا عدة شغلات لنزل السعر أمو الألترا وايد بان، وأمو 512 جيجا بايت ستوريج، ولكن بالنسبة لي صراحة منع شركة فرايزن في أمريكا، ولا يستعمل هذه الشغلات الـ 512 كان منيحة، ولكن 250 جيجا بان والسعر قليلاً، سيكون أحسن بكثير لنا إن شاء الله تكونوا عجبتكم بالفيديو، شكراً جزيلاً لسركة سوني دعوني أن أستعمل هذه الخبرة و أعطيكم الخبرتي بعد استعماله ولكن أريدكم أن تقولوني في المساعدة ماذا رأيكم في هذا التليفون وماذا أريدكم أن أتركز عليه للفيديو الجديد؟ أريد أن أعمل كم فيديو عنه عن الجايمين، عن الفيديو، وعلى الصور ولكن أريدكم أن تقولوني ماذا ترى أول شيء جديد بعد هذا الفيديو؟ شكراً جزيلاً على كل الناس من الاشتراك شكراً جزيلاً بالفيديو جديد شكراً جزيلاً تتحرك شكرا